نساء الكل نورتونا زي ما قلتلكم في اول حلقة في البرنامج قلتلكم ان ان شاء الله يكون معنا حاجات كتير او مختلفة في الحياة واهم حاجة في الحياة اليومين دول الرشاقة معنا النهاردة ومعاكم دكتور الرشاقة او فنين الرشاقة دكتور محمد الشخي اهلا بيك اهلا بيك عزيك اعمل دي اخبار الحمد لله تمام اه ايه ايه ايمن سلام يا دكتور الرشاقة عشان هو هيامنين اضايطة نورنا وبنرحب بالسادة المشاهدين وبنقول لهم اه جاريت النهاردة حلقتنا تكون اه تعجبكم ان شاء الله احنا النهاردة معنا دكتور محمد الشفعي دكتور اه وفنين الرشاقة ده الملقب به في اه هذا المجال والمفروض ان احنا محتاجين ان احنا نسمع رأيه في حاجات كتير فمرحبا دكتور ونورتنا نورتنا دكتور اه عايزة بقى بيما انك موجود معنا النهاردة وفرصة ان انت موجود في وسط مشغولياتك وليتمامات اللي حواليك اه عايزة اعرف ايه هي المعتقدات الخطأ عن الدايت اللي احنا كل شعب المصري واخدها بصي الدايت فكتور الدايت اللي هو كل حاجة يقول لك انا اخش على النت اجيب شوية شوية حاجات من عن النت وهعمل الدايت هنزل شوية اكل وهاعمل الدايت هقل للعشا ويبقى انا كده بعمل الدايت اه هاكل كل حاجة اللي انا عاوزها واشرب شي اخضر بالنيناع اه يحرق الدمون انا بعمل كده باشرب بسيب الدايت لا انت بتدي نفسك كل حاجة وبشفت بالدايت يعني انت بعافة الدمير بيقنبك فبتضيب الكوبات الشاي بل هو ان انا بعمل ايحاق لي نفسي ان انا بعمل كده دايت فهو الدايت في الاساس هو الاول حاجة لازم يكون حاجة نبع من جواكي انت ناوية تعملي دايت يعني انا بيجي لي حالة في العيادة او في اي مكان او في المستشفى بيقول لي انا عاوز اعمل دايت فبسأله سؤال واحد انت جاي اصلا عاوز تعمل دايت او جاي تعمل دايت ليه لو انت فعلا من جواك عاوز تعمل دايت لو انت مؤهل نفسيا انك عاوز تعمل دايت اوكي نكمل مع بعض لو انت جاي عشان نتدلع او جاي علشان ترد دميرك شوية هنقعد اسبوع اسبوعين على دايت وبعد كده هنرجع تاني او معلش انا اصلا هبدأ والاسبوع الجاي اصلا عندي فرح اصلا عندي طب بص ده نور ايه حياة كده بتوصف نور مش نور بس هو معظم الشعب كده او معظم الناس كده انا بص انا انا هبدأ الدايت اصلا عندي عيد ميلادي او عيد ميلاد ابني طب انا بص هخلص عيد الميلاد وهبدأ بعدها اصلا عندي اتحانات اصلا عندي اتحانات وهبدأ بعدها اصلا انا مش عايب ادي كلها حجاج فاقول له خلص خلص حجاجت كلها وخلصي مشاكلك كلها وما تبقي بلانينج تتكلمين دايت تعالي لان الدايت دا عامل زي فكرة الجيمز لعبة بلاي ستيشن تمام اي جيم بيبقى له مراحل معينة وبقى كده بيجي لك حكا اسمها جيم اوفر بالضبط فالدايت عامل زي بالضبط انت جسمك له مراحل او له محاولات انا هعمل محاولة النهاردة محاولة بكرة محاولة بعده كل محاولة بتبقى أصعب من محاولة اللي قبلها فبالتالي لو انت جاي تتدلعي او اللي جاي يعمل ضايت جاي يتدلع يبقى وفر المحاولة ديت لوقت تاني انت فعلا محتاجه تمام في حالة دكتور في حالة ان خلاص احنا مقتنعين ان احنا كشعب المصري عندنا حاجات كتير انا عايز اعرف من حدودك ايه شعب المصري بس ده اه الشعوب كتير ايه ايه اوجه النصائح اللي انت ممكن تترحى لنا عشان جسم رشيك وممشوق بص لو احنا الوزن الاوفر بتاعه طب بص خلينا الاول نتكلم من الاساس هو الوزن نقول له اوزن صحي او مش صحي امتى في مقياس اسمه PMI المقياس ده هو اللي بنحدد من خلاله الوزن بتاع الجسم ده كويس او لا ولا بيتعمل ازاي ده بيتقسم الوزن على مربع طول بالمت تمام ده لما منطلع بيطلع الاقام معينة بيطلع من 18.25 ده الوزن المساني يعني اش نظرية ان طولك 178 يبقى وزنك 78 والله هي قريبة منها بس بشكل تاني وعلى فكرة الموضوع تتغير دلوقتي قوي بقت القصة واضح مش قصة طول ووزن انت بيتدخل فيها عامل تانية نسبة الدهون بتاعتك قد ايه متوزعة ازاي كمية المياه اللي في جسمك كمية العضلات عشان كاب نعمل الباديو بنعمل التحليل دي كلها ده دلوقتي كمان فيه الاحدث حاجة خلص من الكلام عن حاجة اسمها الوزت هب هشيو او مقياس الوزت والحوض النسبة ببينهم قد ايه بتعمل بينهم بتناسك اه لاني لقوا مثلا اللي فيه ناس ممكن تبقى وزنها كويس يعني هو عن ميزان مثلا سي طوله بي او سبعين وهو على الميزان مثلا خمسة وستين تمام اوكي بس عنده كاش عنده كاش ده ده نقول عليه عنده سمنة ولا ما عندهوش صحيح الوزن بتاعه متوزعة هو وزن مسالي اهو ده اقل من الميزان اهو اصلا على المكياس بتاع كله هو مية وسبعين لسبعين هو طالع خمسة وستين كيلو وفيه ناس بيجولي ستين كيلو وعنده كاش زتونة طالع كده قدام حالو طب ازاي نيدعى الزتونة دي يا دكتور بصي الزتونة دي لازم الاول نشوف سببها ايه تمام لازم نقعد مع العيان واتكلم معها واسمع منه عشان كده الكشفه مهم جدا الهسه مهم جدا اسمع منه ايه اسبابه بيأكل ازاي بيشرب ازاي العداده الغذائية عاملة ازاي بناء عليها ابدأ احدد ايه المشكلة نعمل شوية تحليل ممكن يكون عنده تدخم في الكبد ممكن يكون عنده غزات انتفخات هو ممكن التدخم في الكبد بيأمل الزتونة دي في ناس عمدها اللي هو الأسايتس اللي هو الاستساءة مم ماشي العزبارسي والكلام ده كله طبعا الحاملة القومية دي بحاول تقضع عنه بس من الحاجات اللي بتزود ما هو مش لازم يكون في كل الحالات هو كاش ده ممكن يكون حاجة مرضية عشان كده احبا لازم نبحث نعمل تحليل وظائف كبه وظائف كلا بنشوف حاجات تالي كتب بنعملها عشان كده لازم يا جماعة بتحبوا تتابعوا مع ضايت لانا تروح الدكتور تغزين دكتور مش تنجل الصيدلية تجيب اي برشام مش اي حاجة على على نفس الشامية تجيبها نظرية التخسيس اللي انا عايز اخسها وقال الاكل ما اكلش بكميات كويسة ما اكلش مش حاجة ايه وقعد ارس شوية حاجات كده لنفسي ونصيحة من الصديق كده ونصيحة من الصديق كده وفي الاخر النتيجة ان يامر بيحصل عنده خلل في جميع اعضاءه جسدية وبيغم عليه والكلام ده كله او بيبقى معايا ما فيش اي نتيجة خلال بس هو الكلام يعني نص صح ونص غلط تمام اللي احنا ناكل الاكل صحي ده صح بس هو التنويع الاكل هو المهم يعني انا ما بعمل مثلا نظام غذائي الحد انا ببقى بحافظ اللي فيه نسب دهون ونسب نشويات ونسب كروتينات ونسب فيتامينات وخضار ما فيش حاجة بتتخطع بحاول بقاطة الامكان اللي انا بحافظ على الهرب الغذائي او بحافظ على الاحتياج اليومي وبدك من الهصة بشوف انا مثلا عندي واحدة شعارها بيقع فطبعا اني نسبة الزنك عندها قليل نسبة الحديد قليل يبقى اني لازم ازود لها شوية في الاكل اللي فيه كلام ده ووحدة تانية عندها املاح كعبابي وجعها وشعبابي وكلام اذا كله قائم على التحليل والعلينات وقابي دا كله ان هي تلجأ للطبيب المختص يعني ده ده المفروض هو عشان هو طبيب فيبيبدأ الاول يبدأ يبحث طبييا الاول وقالت الطرق الطبية ازاي مش قصة كل بص أسهل حاجة في الدنيا هيكتابت الواقعة الواقعة موجودة على النت اهم حاجة تنفيذه تنفيذه وهل هو الواقعة دي هتناسبك ولا لأ يعني هي الواقعة دي من نسبكي هي ممكن تكون من نسبك لأستود ايمن بس مش من نسبكي ممكن تبقى من نسباني بس مش من نسبكي بما ان الواقعة بقى من نسبكي او مش من نسبكي عايز اقلوك يا جماعة من الدكتور محمد فنان الرشاقة ليه يعني حاجة كده ذكرة كده جميلة ليه انا مرضيتش اجيب السور على لا مع المفضوح على الفيسبوك ليه تجربة حلوة قوي فاحنا عايزين نسمعها منه يعني عايز اعرف هو وصل الوزن دا ازاي هو كدكتور وصل الوزن دا ازاي وكايرادة وصل ازاي بص انا كنت 125 كيلو قبل كده وانا قلتها كتاب كده بكزا اللقاءة قوي موجودة عندي على صور وانا بالعكس انا بالعكس انا يعني انا بفتاخر بالموضوع دا مش حاجة بخاف منها او بكسف منها لانها هي قصة نجاح انا نزلت 125 كيلو لل75 كيلو في تقيمة في سنة بسبب امراض كتير حصلتلي اه وبفتاخر اللي انا عملت الانجاز دا وبتمنى من كل الناس انها تعمل انجاز زيه خدني معك في الفخر دا تعالي انا ايه لك تعالي انا جاي انت فاضي قدرت تتلكيكي دلوقتي يا نور انا بص انا السؤال بقى يعني انا النهاردة ايه النصيحة لانتا ممكن تنصحها عشان اعمل ضايت صحي في الحالة اللي انحباك بتتكلم فيها دلوقتي بيتقول ان الضايت صحي النهاردة عشان يتحقق لازم يكون قايم على تحاليل واشعاعات وكلام دا فيه ناس كتير ممكن ما يكونش عندها القدرة ان هي تعمل اشعاعات التحاليل للحركة طالبة او الفحص دا كله ايه النصيحة العامة اللي ممكن ننصح بيها جمهورنا اللي بتفرج علينا بص النصيحة العامة انا بقولها اسهل حاجة بسيطة جدا دايت اسمه دايت الطبقة دا دكتور الكيتو دايت لا 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 مش كيتو الدايتات دي محتاجة متابعة مع دكتور لازم مفيش مهزاء لكن انت تتكلم على كيتو اللي هو الطبقة الضايت دا الطبقة القادي اللي عاكي بتاعنا العادي نصه خضار خضارات وربعه النشويات رز او عيش او مكارونة وربعه التاني البروتين بتاعي بس يعني النظرية بحط ستة باعة صفة وسبعة لا 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 دا دا فاشلة ايه فاشلة هو طبقة واحد نصه حطه سلطات وخضار وحاجات كده والنص التاني الربع هيبقى فيه الرز او المكارونة حوالي مقاتين تلاتة او اربعة والربعه التاني فيه القطعة اللحمة او القطعة الفرحة او البطين او اي حاجة يعني على كمال مستويات مش لازم نحن احنا اوصل نصهة الدكتور دلوقتي واقول نحاول نتعامل زمن وتعامل في القوم وفيه لما بروح اي مناسبة نتعامل برضك في البيت كده ناخد طبق وناخد من كل حاجة حاجة وحطها على الطبقة بتاعنا ولكلها ويارد تكون منصقة انا هو الدكتور اللي دلوقتي بيقول الخضرات 50% من الأكل ده تساعد حاجات تانية كتير خالص غير التخصيص سرعة الهض وحاجات تانية انما حتت ان انا اخد نشويات 50% او 70% واخد خضرات 5% او 10% يبقى انا كده بدور نفسي ده يمكن انا اللي فهمته نزبوط في حالة وسيطة من الدكتور فنتعامل في البيت اكدنا انا بتعامل بالزبط في اي مكان بنكل فيه مكان عام بناخد طبقة وبنحط فيه كل الانواع اللي احنا بنحبها بس مش لازم تكون بكمية وانا سعيد جدا بكلامك الدكتور اتفضل كمان دكتور محمد فيه كمان الكيتو دايت عايز اعرف مميزاته والاجابيات بتاعته بس قابلي كده عشان فيه ناس موصييني سألي دكتور محمد وهو معاكي هل كوباية المية باللمون والكمون وكل الحاجات الوصفات ضيط هل فعلا بتجيب جدوة ليها الجدوة وليها فايدة نسه بنزل كزا لايف على الموضوع دا المية السخمة الصبح المية عليها لمون زبادي باللمون بالليل الحاجات دي كلها كل دا بلح كله بلح اسمعوا يا جماعة يا جماعة بتعلمة يوم الخميس كله بلح الفكرة كلها فيه حاجات كويسة يعني الشيء الأخضب النعناع القفة بالجنزبيل دي من حاجات طب بعد الأكل يعني بعد الأكل مباشرة أو بعد التويب معي المهم هي دي حاجات حارقة للدهون كويسة بس مش بتاع الحاجات اللي انت بتخيلها دي بس المشروبات الصحية هي صحية في الأساس وبتاعها معانا كمان لكن لو هشب مية الصبح هشبه سخنة ولا ساعة لا هشبه ساعة لاني أنا جسم محتاج طاقة عشاني سخام لكن مش المية السخنة على رهيئة هي دي اللي هت والقهوة باللمون بلح لا أنزل الله لها مني يعني دي كل لها معتفادات خطيئة معانا اتصال علو أرسل معيكم عليكم السلام أنا ممكن أفادي من الدكتور أوه الجيل سعيلك ليه معي كيب تفضل بص يا دكتور أنا عندي سبعة احتاشر سنة متجوزة بأليه أربع شهور فلما جوزت أنا زدت احداشر كيلو فأنا عايز أخصهم بس في نفس الوقت بكشف عشان الحمل فهل الضايد ايه أثر على الحمل ولا ايه بصي مبدئيا اسمك ايه لأول ايا 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 زيكي ايا مبدئيا جواز سبعتاشر سنة ده أنا شخصية معطاعد عليه مبدئيا أني أنت مش سن الجواز ده هو الحاجة الحاجة التانية حمل ومش حمل في سن ده طبعا دكتة الناس هتقدر تتكلم حسنا مني في الموضوع ده بس طبعا ده سن خطرة جدا ماشي خطرة جدا يحصل فيه حمل لأن انت أصلا نسلا مش مؤهلة جسمانيا ولا مؤهلة نفسيا ولا مؤهلة تكوينيا ماشي كأكل وكغزة وكفيتامينات وككل حاجة اللي تدضاية شيلي مسؤولية طفل داخلي جواكي تديره غزة طبعا انت طبعا وزنك زاد من كمية الأكل انت تتكليها لازم أقولك لن نعمل نظام رزائي لن تتابع مع دكتور طبعا تتضبط الكلام ده وأنصحك ان الحمل لازم يتأخذ لحد من بعد التساعتاشر سنة أو عشرين سنة على قل يعني كمان سنتين ثلاثة تحاول تشوف وسيلة ده نصيحة أب يعني مش نصيحة استريما يا بتقول حصل حمل خلاص حصل حمل بقى خلاص طب دكتور متصلينك كتير معنا ماريم ألو ألو مساء الخير سانور ازاي كده أكثر عامل ايه سلام بيك لو سمحتك كنت عايزة يعني أنا عندي 23 سنة دلوقتي وعندي طفل 6 شهور ويبقى وزني زاد بالضبط 12 كيلو تمام فعايزة عرف نظام الضيط الكويس يعني هل السيام المتقطع ده كويس ولا أعمل نظام تاني بص موضوع السيام المتقطع أو أي نظام تاني مكن تمشي أول حاجة لازم تتابع مع الدكتور الأول لازم يعمل شوية تحليل بيبقى أنت حالك بتردعي ومعاكي طفل عنده 6 شهور فالنظام الغذائي للمدع أو للحامل بيختلف خالص عن أي أنظمة غذائية لناس العادية فلازم يكون تحت إشراف طبيب أول حاجة مش هينفع تتألك كلا حاجة على الهوى سهلة تتعملك لازم يكون في الرياضة لازم يكون في حاجة عشان أولاً إحنا منغزيكي أنت لوحدك إحنا منغزيكي ومنغزي طفل معنا تمام؟ فعشان ما نقصاش على كمية اللبن اللي بتغزي طفل اللي معاكي وما نقصاش في نفس الوقت على أسنانك أو على أي حاجة من العضاء اللي عندك لازم تكون متابعة مع الدكتور فأنصحك أن أنت تزوي قاية بدكتور ليكي وبعدين تبدأ تعملي مع أنظام غذائي ناسبك طبعاً أنظمة الغذائية بتتعمل للحامل وبتتعمل للمرضاعة لحد ما تعد مرحلة اللضاعة لغة الفطام وبعد كده بتعملك أنظمة تانية الصوم المتقطع من الحاجات اللي ممكن تمشي معاكي تمام؟ بس بعد ما نتأكد من شوية تحليل معينة أنا ورطينا كنت عايزة أسأل بس سؤال تاني حضرتك دلوقتي الواضح من الأسئلة اللي جات لنا من الأختين اللي اتصلوا أن الاثنين بيمروا بحالة واحدة الحمل وزيادة وزن من 17 إلى 12 كيلو هل هي نسب متفاوتة؟ يعني كده نسبة مش متفاوتة هل هي فيه نسب متفاوتة أكتر من كده؟ ولا هو ده المعتاد؟ المعتاد لما الواحدة تتجاوز الأولية تتجاوزها لسه حديث بقى لك أمشاه 17 سنة بيحصل دائما حتى للجالة والشتات بيحصل زيادة الوزن بعد الجواز أن العادات الغذائية في الوقت ده تتغير لكن ملاش علاقة للمنات خالف؟ ولا ليها علاقة؟ ليها علاقة عن نسات أكتر من الراجل تمام؟ في المناتها تتغير مع الجواز لكن طريقة الأكل ونهم بالأكل اللي بيحصل في أول شهر جواز المعتقد الخطأ برضو دكتور احنا برضو المعتقد الخطأ كلوة غزة عشان أنت لست عرس جديد لست عرسة جديدة الكلام معتقدات الخطأ بس احتاج الجنين للأكل بيكون سبب رئيسي ده بقى اللي احنا نتكلم فيه بقى علميا اللي هو الحمل والأضع الحمل المفروض أنا بيجي لي واحدة مثلا بتابع معايا أثناء الحمل أنا بخلها بيجي لي مثلا ثلاثة أو أبع مرات على ماضي تسعة شهور لأن كل مرحلة في الحمل ثلاث شهور بتقسم الحمل على ثلاث مراحل ثلاث شهور الأولين واللوصانين والثلاثة الأخوات كل مرحلة لها نظام غزائي معين وأكل معين في المرحلة الأولية مثلا محتاجين مثلا فوليك أسد محتاجين شوية حاجات معينة يبقى لازم الأكل في الوقت ده غاني بالمواد دي في المرحلة التالية محتاجين كالسوم ماشي يبقى لازم الأكل يكون غالية بحاجات الكلسة وها كذا المحالة التالتة محتاجين حاجاته عشان الحامل والولادة والكلام ده بادوا من ادي لها بعض التمعين للراضية معينة في المحالة الأخيها علشان يبدأ الولادة تبقى مولادة طبيعية أو مولادة سهلة بعد الحمل ما تولد تمام يبدأ بقى نظر غزائي تاني عاوزين حاجة تفضي تنظف الرحم كويس بسرعة زي الحاجات الحارقة زي الإرفة والحاجات الإزارية بلس اللي احنا محتاجين أكل يزود اللبن بتاعها وفي نفس الوقت الوقت الوزن بتاعي يبقى كونترول دكتور بإيجاز سريع كده عايزك تقول لي الكيتو دايت الناس مستنية تعرف إيه هو الكيتو دايت بس الكيتو دايت ككيتو دايت أنا واحد من الناس اللي بحبه جدا بس قلالة نقول في الأول في الآخر هو إزنوطة هلسي دايت يعني عشان بس يبقى كلامنا واضح وعلمي هو مش دايت نقدر نعيش عليه لايف ستايل دايت نمشى عليه شهرين 3-4 شهر ماكسمم ما ينفعش نعديهم لازم يكون تحت إشراف طبيب 100% ما ينفعش نعمله مع نفسنا أنا بشوف ناس كتير بتعمله مع نفسها وبشوف منه مشاكل كتير قوي لأنه هم بيعملوا حاجات غيبة الحاجة الثانية لازم يتعامل بناءة عن تحليل يعني لازم ما فيش عيانة أعمله كيتو دايت من غير ما أعمله وظائف كيبدا وكلا وسوكة تراكومي وممكن أعمله ليبت بروفايل وأشوف النسب الدهون بتاعته لو الحاجات دي كلها فعل أخبطة ده إز نوتك لاينت في الكيتو دايت مش عميل بتاع الكيتو دايت ماشي لكن لو الدنيا كويسة لو في أي خلل في التحليل دي أه لأن الكيتو دايت مبني في الأساس إيه هو مبني فكرة اللي أنا بحط دهون بكمية كبيرة مع بروتينات وبوقف النشويات بغي الميتابوليزم أو التمسيل الغذائي بتاع جسمي بدلا ما هو معتمد على النشويات كمزر رئيسي للطاقة بيقى معتمد على الدهون كمزر رئيسي للطاقة في الحالة ديك الكوستر بتختلف فلازم يكون الجسم مؤهل للموضوع دا لأن في الأخي الدهون دي هتتصرف عن طريق إيه ما هتتصرف عن طريق الكبد الكبد فبالتالي لازم يكون الكبد سليم وعنده الاستعاب استعاب وسليم أوكي طيب لو عيان بقى الكبد عنده مش سليم عيان عنده فراسين عيان عنده كبد تعبين عيان عنده الإنزيمات عالية ما ينفعش مع الكيتو دايت الدهون السلسية عالية الكوليسترول عالي طيب وده مش هينفع لكن احنا نمشي كده هباقيا كده مع نفسنا ونقول هنعمل كيتو دايت كده بقى حسن الكيتو دايت هو دايت نمشي بيه نقصى بيه سبت أصبت بيه شكل بسرعة أدخل فيه العيان وطلعوا منه بسرعة أدخله على دايت تاني هلسي يقدر يكمل عنه الحياة كلها بس؟ وبالنسبة للي كلمه الدكتور من شوية بخصوص الدايت أثناء الحمل طبعا هي النصيحة المباشرة اللي أنا لازم أوضحها بردك للجمهور أني مستحيل لحد بيمر مرحلة حمل وتروح تعمل دايت من نفسها لازم يكون فيه دكتور يديه النصايح زي ما بتاخد أي علاج لازم ترجع للدكتور بردك قبل ما تعمل أي دايت لازم ترجع للدكتور لأن دي نقطة مهمة جدا خوفا على صحتها وصحة الجميل وبردك الدكتور أنا اللي واضح بردك من كلام حضرتك أن في بعض الحاجات أنه ممكن تمنع حد أنه ممكن يعمل دايت حراك قلت نزامات الكبد وبردك الأنمية بس مش بتمنع له يعمل دايت هو يعمل دايت بس ميعملش كيتو بس لازم يرجع بنيان عنده أه ميعملش كيتو ماشي يعني يمكن يناسبه دايت تاني عشان كده أما بيجي للعيان ما بقاش عايف أعمل له أنهي دايت بأول ما ييجي عندي أول ما يبدأ يتكلم أسمع منه وأعمل التحليل بعد ما عمل التحليل وأسمع منه وأشوف اللايب استيلي بتاعه ساعتها قد أحدد هعمل له أنهي دايت يعني أول ما يجي لي بيقوله هتعمل لي يا دكتور دايت أنا عاوز أعمل كيتو ولو أنا ما عافش دي النور دي أنا ما عافش ممكن ينفع معك كيتو ولا لأ ممكن ينفع معك يا طي ولا لأ ينفع معك سوء متقطع ولا لأ مريض الأنمية مريض الأنمية برضاك الناس بتنصحوا يأكل أنا شايفني فيه خطورة هو يأكل الحاجات اللي فيها حديد عليه بقى والسبانخ بقى والحاجات الحاجات اللي فيها حديد الكبدة سبانخ كذا حاجات معروفة لأناس كلها يا عيمن بس هل نهاردة دا برضاك اللي عنده أنمية ليه برنامج خاص به في الدايت لازم أزبط الأكل بتاعه وفيه أنواع بدايت ما تنفعش معاه فلازم أزبط معاه الدنيا كويس قوي وكنترول موضوع الأنمية ولو فيه جزء طبي محتاج يأخذ أدوية أو محتاج حاجة للأنمية أو لو كده ممكن يتحول على طبيب بطنة علشان يضبط له قصة نسبة الحديد اللي عنده فعن الأنمية هي أنمية فيه حاجتين في الأنمية فيه لأيما الهيمجلوبين اللي احنا ناس كلها عارفينه اللي هو في السي بي سي في صورة الدم الكاملة وفيه حاجة اسمها محتوى الدم من الحديد اللي هو الفريتين فممكن يكون الهيمجلوبين بتاعه عالي ماشي كويس فيقولك أنا ما عندهش الأنمية بس المحتوى الدم من الحديد اللي هو الفريتين يكون واضش فسعية لازم يكون فيه تدخل دكتور محمد أنا عايزك تقول نصيحة كده تكون متناسبة ومتناسقة يعني زي القوام كده لمشاهدينه وتنصحهم بإيه بس النصيحة الأسية ما حدش يسيب نفسه يا جماعة للأكل ما حدش يسيب نفسه لضميه ضميه الأكل عفلت الإحساس بتاع السيفن دايت مش هميني الحاجات الضيب شكرا ماشي حاولوا سمنة مرات يعني حتى لو زيادة خمسة كيلو حاول الكنترول كل واحد يحط النفسه سقف رقم معين السقف دا من الميزان سيه مثلا لو أنا سقف بتاعي 80 كيلو وانسي اللي أنا أشوفهم أتخض لازم أتروح أتدخل بسرعة أجي على دكتوري عشان ينزل ما تسيبش نفسك لأن لو سيبت نفسك التمانين هيبقوا تسعين هيبقوا مية هيبقوا مية وعشرة والموضوع هيبقى مفتوحة والله يعني أنا عايزة أقول لك أن الوقت الفقرة بتاعتنا خلصت بس أنا كان نفسي يبقى فيه أكتر من كده بس انشاء الله لنا لقاءات تانية وعايزة ننصحكم يا جماعة أنا عن نفسي بعد الحلقة دي حاجزة عند الدكتور محمد فانتو كمان يلا تعالوا معي نورتنا يا دكتور محمد وشرفتنا وكانت حلقة فقرة جميلة جدا وإحنا سعادة جدا بالقامة الله يخلينا سلام نورتنا شكرا